اشتركوا في القناة لمرقص وخرج يسوع باكرا إلى مكان قفر ليصلي هالشي بخلينا نتأمل قديش نحن بحاجة لحط نصلي للآب السماوي وأجمل صلاة هي لما بيوقع الإنسان الصبح بيكون ذهنه صافي بقدم نهاره للرب هيك نحن وراحين على أشغالنا نحن منتجهين الصبح خلينا نوجه أفكارنا صوب الرب بين السماوي ونقدم له نهارنا نقدم له زواتنا نصلي له وقتا منقول صلاة أكيد منقول صلاة الأبانة لتكون مشيئتك خلينا نعمل له مشيئته مش مشيئتنا نحن وبيكمل الإنجيل كمان الدرس التاني اللي بنخده من هالإنجيل بقول ولحقوه بطرس والرسل وقلوله الجميع يطلبونك يسوع بقلهم مش رح أمشي معكم لا بقلهم لنذهب إلى القرى المجاورة لأني لهذا خرجت أكيد يسوع كان عامل شفاءة كثيرة وكان الناس عم تركض عليه وراء المعجزات الرب يسوع بعلمنا أنه ما نروح صوب المجد الباطل صوب زائف الناس إنما لنذهب إلى مكان آخر لأنه عنده أهداف أخرى ذهب إلى القرى المجاورة وإذا مندرس جغرافية العهد الجديد مطرح أيام كان يسوع أكيد حد كفر نحوم كان فيه هناك بحيرة طبرية وعجوار البحيرة وضفافة كان هناك بيوت صغيرة تبقى مضوية الصبح وناس عم يشتغلوا بالأرض وبيهتموا بصيد السمك والزراعة يسوع راح لهونيك إذا هذه الأماكن إذا هذه القرى المجاورة وبقول إنجيلي وفجأة طلع من هالأماكن شخص أبرص بيركع قدام يسوع وبقول له يا رب إن شئت فأنت قادر أن تطهرني والرب يسوع بيطلع فيه وبقول له قد شئته فاتهر كتير مهمة أن نتوقف بهالزمن اللي هو زمن الصوم هالحدث حدث المهم للرب يسوع عم يعمله ليس فقط مع هذا الأبرص إنما مع البشرية الخاطية شو هو البرص؟ البرص كان بزمن يسوع هو مرض بيصير يهتري الجلد ومثل إنسان ذاهب إلى الموت يعني بيصير يغر جلده يهتري شوية شوية وهذا البرص كان يعدي يعني إذا حدا لمس أبرص كان مفروض إنه ينتقل البرص من الشخص المريض إلى الشخص السليم ومنشوف إنه كانت بهديك الأزمنة يجبرون اليهود للأشخاص اللي هن برص إنه يحطوا جراس برقبتهم إنه يكشفوا عن مطرح مكان المصاب بالبرص وبدوا يدقج راس ويصرخ أنا نجس أنا نجس حتى إذا في حدا جاي ينتبه منه ويهرب منه حتى ما يعدي فإذا كان هذا المرض ليس فقط مرض جسدي إنما يعتبروه نجسي لأنه هيدا الزلم المدرشو خاطئ الله ضربه بالبرص فإذا كان يعتبر شخص نجس ممنوع يروح إلى المجتمع ممنوع يدخل إلى المجمع مشان هك بده يكون بمكان بعيد مكان قفر في الوديان في المغارات حتى ما يلتقي بالنس العجيب إنه يسوع واتقاله قد شئته فاطهر مد يده ولمسه فشفه الحلو فيها إنه بدلما البرص ينتقل من الرجل الأبرص إلى يسوع منشوف العكس تماماً لتم الشفاء انتقل من إيد يسوع نحو الأبرص هذه دلالة إنه هو الرب هو المخلص هو الشافي أخوتي هذا البرص هو شبيه بخطيتنا خطيتنا هي نوع من البرص اللي بيكلنا الخطيئة اللي بتاكل الإنسان بتوديه إلى الموت ليس فقط الموت الجسدي إنما الموت الأبدي ونحن من خلال الاعتراف من خلال الأسرار بيلمسنا يسوع بيشفينا بيطهرنا بيجددنا بيشيلنا من الموت إلى الشفاء بعدين بيقلوا للأبرص اذهب وقري نفسك للكاهن نحن كمان لازم نروح ونكشف زويتنا من الداخل للكاهن لليلي عن شفاءنا ومبرصنا آمين اشتركوا في القناة